طلب اللاعب البوليفي كارميلو الجاراناز والمنضم للإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية الرحيل عن الإسماعيلي بسبب استبعاده من القائمة للمباراة الثانية على التوالي وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحاته أن اللاعب طلب الرحيل عن الفريق بسبب استبعاده من قائمة مباراة الجونة الماضية ومباراة المقاصة التي أقيمت اليوم خاصة أنه سيؤثر على مشاركته الدولية مع منتخب بلاده وانضم كارميلو الجاراناز إلى صفوف الدرويش لمدة أربع سنوات ونصف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية وعلم أن المدير الفني حمد إبراهيم لا يرغب في الاعتماد على اللاعب ووضح من خلال التدريبات الجماعية اعتماد المدير الفني على أحمد مصطفى وأحمد مدبولي كما قرر حمد إبراهيم المدير الفني لنادي الإسماعيلي استبعاد الجنبي سايكو كونتيه للمبراءة السنية على التوالي أيضا ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الأخير بجدول ترتيب الدور العام برصيد أربعة نقاط من خلال سلاسة تعادلات أمام المحلة والمقولين العرب وفيوتشر وأخيرا أمام المقاصة بالتعادل الإيجابي اتنين اتنين ترجمة نانسي قنقر